بصيص أمل من الصين المركز الأول لانتشار وباء كورونا بإعلانها عدم تسجيل بر الصين الرئيسي إصابات جديدة بالفيروس لليوم الثالث على التوالي ما يعني أن الفيروس فيها بات تحت السيطرة في حين تقول المعلومات الواردة من الصين إن 41 إصابة جديدة تم تسجيلها كلها من وافدين قادمين من الخارج ليرتفع عدد حالات الإصابات الواردة إليها إلى 269 حالة 14 منها في بكين انحسار انتشار فيروس كورونا بث الحياة من جديد في مختلف المدن الصينية حيث فتحت المصانع أبوابها وعادت ماكيناتها للعمل كما أعيد فتح مختلف المؤسسات التجارية والتعليمية الطلاب عادوا إلى مقاعدهم الدراسية مع تجديد السلطات في البلاد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعاملات اليومية صحيفة الجارديان تحدثت عن مرحلة ما بعد كورونا التي تعيشها الصين حيث عادت النساء للتسوق وازدحمت الأرصفة بالمرة كما عادت حركة المرور لشوارع بكين وامتلأت الحدائق والمطاعم بمرتاديها موقع وورد ميترز دوت انفو الذي يعرض إحصاءات مباشرة حول الإصابات في كل بلد ذكر أن 71 ألفا وسبعمائة وأربعين شخصا تماثلوا للشفاء من هذا الفيروس في الصين وأن 81 ألفا وثمانية أشخاص مصابين مسؤولون بصندوق النقد الدولي قالوا إن التأثير الاقتصادي لتفشي الوباء بدأ يظهر على اقتصاد الصين مع مؤشرات للعودة إلى الوضع الطبيعي بعد صدمة الفيروس ترجمة نانسي قنقر